اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مساء الخير عليكم جميعا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن افتتاح النادي الاهل يوم 26 فبراير 1909 بحضور مندوب عن خديو مصر عباس حلم التاني وحضور ناظر المعارف وعدد من النزار ووكلاء النزارات المختلفة ورؤساء المصالح الحكومية ونزار المدارس العليا ومستشار المحاكم والاعيان وطلبة المدارس العليا واتكلمنا عن اسباب شعبية الاهلي في المحافظات واللي حصلت لسببين السبب الاول ضم الاهلي لفئة الشعب المختلفة في عضويته باشتراكات مخفضة طالبة وموظفين وابناء المدريات المختلفة والمرأة اللي حتدخل الاهلي بعد فترة بسيطة السبب التاني الدور الكبير اللي قام بيه عمر لطف بيك صحب فكرة تأسيس النادي الاهلي وازاي كانت جولاته في المحافظات المختلفة بتنشر فكرة تأسيس اندية مصرية خالصة في كل محافظة وعشان كده التف شعب مصر حوالين النادي الاهلي وقلنا في الحلقة اللي فاتت ليه الحلقة التامنة اننا اهتمنا بسرد تاريخ تأسيس النادي الاهلي وانشاؤه بكل التفاصيل كبيرة وصغيرة اهتمنا بده لان التفاصيل دي هي اللي حطت اساس ونظام مشي عليه النادي لحد النهاردة من النهاردة بقى او من الحلقة دي حنبدأ نناقش تاريخ الاهلي من خلال القرارات الهامة والمواقف التاريخية بدون استجراك في تفاصيل الجلسات وفي نفس الوقت من غير ما نفوت اي حاجة مهمة ولانه نادي اتأسس من اجل طلبة المدارس العليا بدأت انشطة النادي من لحظة افتتاحه بمباريات ودية بين طلبة المدارس وكان ده هو الاهتمام الاول اهتمام بيعكس فلسفة فكرة تأسيس النادي الاهلي نادي اتأسس من اجل الطلبة ولما نشوف دباجة اول محضر لللجنة العليا للنادي الاهلي بعد افتتاح النادي مباشرة حنتأكد من ده جلست يوم 11 مارس 1909 انعقدت اللجنة الادارية للنادي الاهلي للرياضة البدنية الساعة الخامسة ونصف بعد ظهر يوم الخميس 11 مارس 1909 وتسعى بمحل النادي بعد انتهاء حفلة مسابقة لعبة كرة القدم بين طلبة مدارس الجيزة ومدارس القاهرة حيلفت انتباهنا في محضر الجلسة حاجتين الاولى الاهتمام الكبير لمؤسس النادي الاهلي واعضاء اللجنة العليا بحضور المسابقة بل والاشارة لها في محضر الجلسة وده بيعكس الاهتمام الكبير من اعضاء اللجنة العليا بانشطة الطلبة وبيدي شعور كبير للطلبة باهمية الرياضة ومسابقتها ويخليهم حرسين على ممارسة النشاط باستمرار الحاجة التانية انهم في الوقت ده كانوا بيقولوا على المباراة حفلة مصطلح مباراة ده ظهر بعد كده بشوية شايفين الناس كانت بتتعامل ازاي مع مباراة كرة القدم كانوا بيتعاملوا معاها على انها حفلات احنا جايين نحتفل النشاط ده لا اهتمام كبير او في الشارع المصري للدرجة اللي خلت الصحف بدأت تنشر اخبار عنه يعني على سبيل المثال مثلا نشرت احدى الصحف يوم الاربع واحد وثلاثين مارس تسعمية وتسعة خبر تحت عنوان النادي الاهلي للرياضة البدنية بالجزيرة نقرأ مع بعض ستجرى مسابقة في العاب مختلفة بين طلبة مدرسة الزراعة اللي هي حاليا كلية الزراعة الساعة الثلثة ونصف بعد ظهر يوم الجمعة المقبل الموافق 2 ابريل سنة تسعمية وتسعة بمحل النادي الكائن بحري المعرض الزراعي وده اللي مكانه دار الاوبرا حاليا والدخول مباح لاعضائه بتذاكرهم الشخصية التذكرة الشخصية هنا يعني كرن النادي ولأعضاء نادي المدارس العليا بشارات ناديهم وللمدعوين بتذاكر الدعوة ولتلامذة المدارس الثانوية والابتدائية بدون تذاكر الخبر ده بيعكس رغبة النادي الاهلي مش بس في تشجيع الطلبة والتلامزة على دخول النادي وممرسة الرياضة لا ده كمان بيشجع اللي ما بيشاركش منهم في الرياضة على المشاركة لما يتم الاعلان ان تلامزة المدارس السنوية والابتدائية حيدخلوا النادي مجانا لمشاهدة المباريات الرياضية ده معناه ان النادي عايز كل الطلبة والتلامزة يمرسوا الرياضة وده واحد من اهم الاهداف الرئاسية لتأسيس النادي الاهلي وبالمناسبة احنا ما قرناش في الخبر اي كلام عن تلامزة المرحلة الاعدادية طب ليه لان التعليم زمان كان ابتدائي وسنوي بس التعليم الاعدادي ظهر بعد كده بسنين طويلة في نفس الجلسة جلسة يوم الخميس 11 مارس 1909 قال حضرة دولار بيك ان حضرة محمد طلعت بيك حرب قبل عضوية اللجنة الادارية وسيكتتب في عشرة حصص وزي ما احنا عارفين طلعت حرب هو ابو الاقتصاد المصري زي ما سمى المؤرخين من موليد 25 نوفمبر 1867 وتخرج في مدرسة الحقوق الخدوية وكان رفيق لعمر لطفي بيك وتبنى افكاره بتأسيس شركة التعاون المالي واسس بنك مصر كأول بنك مصري ومعاه بدأ تمصير الاقتصاد المصري من خلال انشاء عدة شركات تخصصت في مجالات مختلفة زي السينما والطيران والنقل البري والشحن والكيمويات والزيوت والمستحضرات الطبية والتغذية والملابس والألبان والتأمين وانشاء كمان شركة بيع المصنوعات المصرية وتوفي طلعت حرب في 13 أغسطس عام 1941 انضمام محمد طلعت حرب بيك لعضوية اللجنة العليا كان له أثر كبير في تطور النادي ماليا لأنه تولى مسئولية التنظيم المالي للنادي من الألف إلى الياء واستمر النادي في نشاطاته واستمرت الصحف في تغطية هذه الأنشطة وعلى سبيل المثال لاحتفال السنوي بمناسبة إنشاء النادي يوم 29 إبريل 1910 بحضور وزير المعارف وسعادة النائب العمومي ونشرت جريدة الشعب تقرير شامل عنه وأهم ما جاء بتقرير جريدة الشعب إن نشاط كرة القدم بدأ في النادي فقالت الجريدة إنه أقيمت مباراة في خمسات كرة القدم يعني الخماسيات بين الأهلي ومدرسة السعادية الثانوية وفاز فريق النادي الأهلي يعني كرة القدم كانت بتتلعب في الأهلي بنظام الخماسي كل فريق بيضم خمس أفراد ويمكن لحد النهاردة مازال في لعب الخماسيات في الشوارع ومراكز الشباب والأنديا لكن عام 1911 اتشكل أول فريق كبير لكرة القدم بالنادي الأهلي يعني فريق مكون من 11 لاعب الفريق ده ذكروا بالتفصيل كتاب أصدره النادي في اليوبيل الفضي للنادي عام 1932 بمناسبة مرور 25 عام على تأسيسه الفريق بيضم زي ما احنا شايفين في الصورة كده اللي واقفين حسين فوزي ابراهيم عثمان ومحمد بكل والجلسين سليمان فايق وحسنين محمد وأحمد فؤاد أنور وحسين حجازي وعبد الفتاح طهر واللي على الأرض فؤاد درويش وحسين منصور وابراهيم فاهمي ده أول فريق لكرة القدم في تاريخ النادي الأهلي الفريق ده في بعض الأسماء عاوزين نتكلم عنها لأنها أسماء ارتبطت بأحداث هامة جدا في تاريخ النادي الأهلي أول فريق كرة قدم للنادي الأهلي ضم أسماء ارتبطت بأحداث هامة في تاريخ النادي الأهلي نبدأ بكابتن الفريق أحمد فؤاد أنور وهو اللي في نص الصورة ده ولاب الزي مختلف عن زملائه لأنه كان حارس مرمى الفريق أحمد فؤاد أنور هو أول كابتن لفريق الكرة بالنادي الأهلي وكان أكبر اللاعبين سنن صاحب شخصية قيادية وتولى مهمة سكرتير الفريق وهو لاعب يعني مدير الكرة بمفهمنا النهاردة واعتزل اللاعب سنة 1914 أحمد فؤاد أنور كان من الكفاءات الإدارية فلما تنقل محمد فاند شريف للعمل وكيل للنيابة بمدينة طنطة في بداية عام 1911 أختير أحمد فؤاد أنور مكانه كسكرتير للنادي وتولى منصبه بجانب أنه كابتن لفريق كرة القدم مش بس كده ده أصبح عضو باللجنة العليا وبعدين وكيل للنادي وقام بأعمال رئاسة النادي لفترة مؤقتة سنة 1940 ويعتبر أحمد فؤاد أنور أحد رواد تمصير الرياضة المصرية زي ما حنعرف في حلقات جاية بعد كذا نتنقل بقى لحسين حجازي حسين حجازي زع سيتو كلعب كرة ماهر بعد التحاق بمدرسة الناصرية الابتدائية سنة 1897 لكنه بدأ حياته كلعب كرة عمليا في الأهلي بعد إنشاء فريق الكرة مباشرة سنة 1911 لما نضم مع مجموعة من طلبة المدارس العليا وكان بيدرس في مدرسة السعادية الثانوية وبعد سنة ونص سافر حسين حجازي إلى انجرترا عشان يستكمل دراسته قبل ما يرجع في أجازة سنة 1914 قامت الحرب العالمية الأولى ومعرفش يرجع انجلترا فنضم للأهلي مرة تانية وكون فريق خاص به أطلق عليه اسم حجازي 11 يعني حجازي 11 على أساس إن الفريق 11 لعب عشان يلعب به مباريات وديه حجازي 11 دي أو حجازي 11 لها قصة شهيرة قوي حنتكلم عنها وعن تاريخ حسين حجازي بالكامل في حينه لارتباطه بوقع شهيرة جدا بتعتبر علامة في تاريخ الأهلي وحسين حجازي كان أول لعب كرة يحصل على لقب البكوية وهو بيلعب كرة قدم لكن في حكاية طريفة قوي بتخص تاريخ ميلاده كان فيه اختلاف في تاريخ ميلاد حسين حجازي اللي يقول سنة 1890 واللي يقول سنة 1891 لكن أثناء الدورة الأولمبية بلندن سنة 2012 وفي الديئة 16 من مباراة بريطانيا ودولة الأمارات العربية المتحدة اللي أقيمت يوم 29 يوليو سنة 2012 أحرز رايان جيجز الهدف الأول لبريطانيا وفجأة وكالات الأنباء الجميع بخبر تحت عنوان جيجز يحطم رقما مصريا صمد 88 عام وجه في الخبر حطم الجناح الولزي المخضرم رايان جيجز نجم منشستر يونيتد رقما قياسيا مصريا ظل صامدا في دورة الألعاب الأولمبية منذ 88 عاما بعد أن بات أكبر لاعب سنة يسجل هدفا في مسابقة كرة القدم ضمن الدورات الأولمبية الصيفية وسجل جيجز الهدف الأول لمنتخب بريطانيا في مرمى الإمارات مساء الأحد في المباراة التي انتهت بفوز فريق 3-1 وبذلك الهدف حطم جيجز البالج من العمر 38 عام و243 يوم الرقم القياسي المسجل باسم المصري حسين حجازي الذي سجل هدفا في مرمى منتخب المجر في دورة الألعاب الأولمبية عام 1924 عندما كان في سن 37 و225 يوما ونشر موقع الدورة الأولمبية بلندن الخبر ومؤكد أن الخبر زي ده معناه أن حسين حجازي كان تاريخ ميلاده مسجل في الدورة الأولمبية بباريس 1924 من واقع جواز سفره وبالفعل مصادر إنجليزية أكدت أن تاريخ ميلاده مسجل في اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 أكتوبر 1886 تخيلوا بقى حسين حجازي اعتزل لعب كرة القدم وعنده كم سنة حسين حجازي اعتزل عام 1932 يعني كان عمره 46 سنة حسين حجازي كان حالة فريدة نادرة استحق لقب أبو الكرة المصرية ومن أشهر اللعبين في أول فريق للنادي الأهلي حسنين محمد وكان لقبه جوبة حسين حجازي في حوارات صحفية بعد اعتزاله أشد بيه وقال إنه أمهر لاعب شافه في حياته تخيلوا بقى لما حسين حجازي يقول كده فيه كمان حسين منصور كحارس مرمى في كاس السلطان حسين وبكده نقدر نقول إن حسين منصور أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يتم تغيير مركزه من لاعب لحارس مرمى نتنقل بقى لاتنين تانيين من تشكيل أول فريق للنادي الأهلي في تاريخه وهم سليمان فايق وفؤاد درويش ودول ارتبط اسمهم بأول حدث تربوي ذكرته محاضر مجلس الإدارة وكان ما طلع 1912 لكن قبل منسيب عام 1911 وننتقل لعام 1912 وأول وقعة تربوية مهم جدا إننا نقول إن نهاية عام 1911 شهدت حدث حزين جدا يوم 4 نوفمبر توفي عمر بيكلوتفي صاحب فكر التأسيس النادي الأهلي وفاة عمر لطفي بيكل أصب مصر بالحزن الشديد وكان نعي جريدة الأهرام لوفاة الفقيد معبر عن دوره الكبير في نهضة مصر فبكته كما يبكى الرجل الجليل والعامل النشيط النافع القادر الكريم وشيعته إلى مقره الأبدي كما يشيع البار بأمته التارك وراءه فراغا قد لا يملأ والمقدم لأخرى أفضل ذخر المخلد بدنياه أحسن ذكر المذكور بكل حسنة إذا ذكر الرجال العظام فما قصر بالتعليم وهو أستاذ أساتذتها الأماجد وما قصر بخدمة الهيئة العمومية وهو مؤسس نادي المدارس العليا ورئيسه ومؤسس مدارس الشعب والمؤسس فيها ومؤسس نادي الرياضة البدنية الأهلي والعضو المؤسس في جمعية الاقتصاد السياسي وهو مؤسس النقابات الزراعية ومؤسس شركات التعاون والمبشر بها الرجال في بلادنا قليل فما رأيناه إلا ساعياً لخير وما رأيناه إلا عاملاً لفضيلة أو لمكرمة فحزننا عليه كبير وأسفنا شديد دا كان ناعي جريدة الأهرام ولقيمة عمر لطف بك قررت الدولة أن تكون جنازته جنازة رسمية وكما ذكرت الأهرام وكما ذكرت الأهرام صارت جنازته يتقدمها فرسان البوليس فطلبت المدارس الأهلية بأعلامهم ثم طلبت مدرسة الحقوق فمدرسة الطب والهندسة والتجارة والزراعة إلى آخره وأحاط بالنعش حجاب المحاكم وصار وراء النعش أحمد شوقي بك مندوب الخديوي عباس حلمي وهو نفسه أحمد شوقي أمير الشعراء وأصحاب السعادة النظار وقضاط المحاكم ومندوب الأندية والجمعيات والنقابات وكتب أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم قصيدتين في رثائه لقيمته الكبيرة وننتقل لعام 1912 وجلسة يوم الجمعة 16 فبراير 1912 الجلسة دي شهدت حدثين همين الحدث الأول انضمام شخصية كبيرة من الشخصيات الوطنية لللجنة العليا للنادي الأهلي وهو أحمد شفي باشا ومهم أننا نقول لكم نبذى سريعة عنه عشان تعرفوا قيمة اللي تولوا إدارة الأهلي في سنواته الأولى أحمد شفي باشا من كبار المؤرخين في العصر الحديث ولد في 28 مايو 1860 بدأ تعليمه بالقاهرة ثم تخرج في مدرسة العلوم السياسية ثم مدرسة الحقوق بباريس عمل سكرتيرا لناظر الخارجية ثم سكرتيرا خاصا للخديوي عباس حلمي الثاني ثم مدير ديوان الأوقاف الأهلية عام 1910 وفي عام 1921 تفرغ للكتابة عن تاريخ مصر الحديث فكتب عدة مؤلفات مثل حوليات مصر السياسية وهي موسوعة سجل فيها تاريخ مصر من عهد محمد علي حتى سنة 1924 وألف كمان بالفرنسية كتاب الرق في الإسلام ومصر الحديثة والنفوذ الأجنبي بها وقناة السويس مفخرة القرن التاسع عشر ومذكراتي في نصف القرن وتوفي في 17 أكتوبر عام 1940 الحدث الثاني أشرنا إليه قبل الفاصل ويخص اتنين من لعبي أور فريق لكرة القدم بالنادي الأهلي وهم سليمان فايق وفؤاد درويش وجيه في محضر الجلسة عرض السكرتير على اللجنة الشكوى المقدمة من سليمان فندي فايق العضو بالنادي ضد فؤاد فندي درويش العضو به أيضا يتهمه فيها بأنه سبه وأهانه علانية على مسمع من كثير من أعضاء النادي ويطلب في ختمها النظر في ذلك فقررت اللجنة تحويل هذه الشكوى إلى لجنة تنظيم الألعاب المشكلة من الأفندية أحمد فؤاد أنور وفؤاد كمال وزكي سري وعبد الفتاح منصور ومحمد فؤاد وعبد المجيد رمزي وحسن علي لفحصها سليمان فايق وفؤاد درويش اتنين لعيبة في فريق الكرة واللي حصل بينهم كان خارج الملعب يعني في حديقة النادي وأمام الأعضاء لكنه أمر مشين وجديد على النادي عضو يصب زميله ويهينه أمام مرأة ومسمع أعضاء النادي خطأ فاحش يزيد منه أن العضو ده عضو رياضي لاعب في فريق كرة القدم يعني الطلبة والتلامزة بيجوا يتفرجوا عليه في المباريات والنادي الأهلي اتأسس من أجل الطلبة والطلبة دول هم القوام الرئيسي لأعضاؤه يعني المفروض يكون مثل وقدوة لأن التلامزة دول لما يعجبوا به مؤكد هيحاولوا يقلدوه يقلدوا مهاراته ويقلدوا حركاته وكمان تصرفاته الأمر بالنسبة لللجنة العليا كان بيمثل خطأ فادح نادي للطلبة يعني التربية قبل التعليم والأخلاق فوق كل شيء وعشان كده كان القرار الفور بالتحقيق والتحقيق أدان فؤادة فاندي دارويش واستنى الجميع قرار اللجنة العليا للنادي الأهلي القرر حيكون إيه يلا أمه وبوصه بعد كده وانت أخوات وخلصة المشكلة ولا قرر حازم قوي يحفظ للنادي هبته ومكانته ويصنص معته ويدي درس لكل أعضاء النادي تعالوا نشوف قرار اللجنة العليا نتيجة التحقيق تم عرضها على اللجنة العليا في جلسة يوم الثلاثاء 5 مارس 1912 عرض السكرتير على اللجنة نتيجة التحقيق الذي قامت به لجنة تنظيم الألعاب في الشكوى المقدمة من سليمان أفندي فاي ضد فؤادة فاندي دارويش فقررت اللجنة ما يأتي تكليف فؤادة فاندي دارويش بتقديم استقالته من عضوية النادي في ظرف ثلاثة أيام مع مطالبته بدفع المتأخر عليه من الاشتراك وفي حالة رفضه تنفيذ هذا القرار يشطب اسمه من عضوية النادي وكلفت السكرتير بإعلامه بهذا القرار قرار اللجنة العليا كان صارم قوي لكن في نفس الوقت حافظ ماء وجه فؤادة فاندي دارويش الرسالة قوية قدم استقالتك في ظرف ثلاثة أيام والمتأخرات اللي عليك تدفعها وإلا حيتم شطبك من عضوية النادي حد يقول طب ما يمشي وما يدفعش المتأخرات اللي عليه واشتبوه ما هو كده كده مش هيبقى عضو في النادي يعني يستقيل ويدفع فلوس كمان كان ممكن فعلا فؤادة فاندي دارويش يعمل كده لكن حيفضل قرار شطبه واسم تعار في جبينه مدى الحياة خاصة أنه عضو الرياضي في فريق الكرة يعني معروف للعامة والطلبة عشان كده كان الأفضل له أنه يقدم استقالته ويخرج من النادي دون أن يلاحقه عار الشط وتلاحقه العيون في أي مكان يذهب وليه والناس تسأل اتشطب ليه وفعلا نفس فؤادة فاندي دارويش قرار اللجنة العليا للنادي الأهلي دفع المتأخرات اللي عليه وقدم استقالته وفقد عضويته بالنادي ومعها ما بقاش لعب بفريق الكرة وتبقى لليحة تنظيم الألعاب قدم فؤاد دارويش بعد ست شهور اعتذر لاسمي لإدارة النادي والزميله سليمان فاندي فايق وطلب العودة للنادي إدارة النادي قدرت أن ننفذ قرارها بدون مناشة وقررت نشر اعتذاره في لوحة بمدخل النادي وقررت أيضا أن يعود عضوا رياضيا بفريق كرة القدم فقط مع تعليق طلبه العودة لعضوية النادي إلى أن يثبت التزام القرار ده أمر للدرجة من القرس التاريخي للأهل أمام هذه المواقف وننتقل لجلسة أخرى لو أحيانا وأحياكم ربنا الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر